وصلنا دلوقتي الى مرحلة حل الجنرال اكسرسيزيز اكمل الحوار التالي المطلوب انك انت تقرأ الحوار كله من اول و اخره عشان تجمع فكرتك و ادين تكمل الاجزاء الناس ايه استخدت سما هو بووت ان يو موبايل ايه بتتكلم مع سما اللي اشترت موبايل جديد هلو سما هوريو ازاي كسبت سما قلت لها اي بووت ان يو موبايل فون انا اشتريت موبايل جديد ايه على طول قلت لها مبروك يا ستة اما تسألها سؤال قلت لها اي بووت ات يستردي انا اشتريتهم بارح يبقى على طول فرقم اثنين مات اشتريتي فرقم ثلاثة اي بووت ات فور ثري ساوزاند اللي ايه اشتريتهم تلات تلاف جنيه يا الله كم ثمنوا من اين اشتريتهم طبعا هتقولها من محل مبيلاغ ايه بتقولها عيد ميلادي الاسبوع الجاه وانا هشتري موبايل فون ايضا وانا هشتري موبايل فون ايضا وانا هشتري موبايل فون ايضا انت كده راجح معي بها كده المحادسة من الاول اما واحد يقولك هاور يو هترد علي تقوله ايه بروف عليك فاين ثانكس في الرقم اثنين اما حد يرد عليك وقولك اي بوت ات يستردي انا اشتريتهم بارح هتقوله ايه ماتا اشتريته في الماضي يبقى وين دي دي يو باي ات ركز معاي ليه حطي الدد لان السؤال في الماضي وعملت ايه كمان حلت بوت بايت باي في السؤال وين دي دي يو باي ات طيب اي بوت ات فور ثري ساوزاند لالي ايه انت اشتريتهم تلات تلاف جنيه يبقى ما ثمنه how much is it where did you buy it من اين اشتريتها i bought it from موبايل شوب اي بوت ات فورم اموبايل فور شوب انا اشتريتهم المحل بيبيع موبايلات لما صاحبتك او صاحبك يقولك will you come with me ممكن تجي معايا هتقوله ايه طبعا خشع السؤال التاني اختار الكلمه الصحيحه من الاختيار المتعدد number one my father likes drinking his coffee while he is reading a space ابي يحب شوب القهوه وهو يقرأ المجلة number two do you often buy things هل انت بتشتري الحاجات دايما من العروض حرف الجر هنا المناسب letter a on احفظ دي معايا number three when you want to buy something لما تشتري حاجة you should be careful about the price and لازم تاخد بالك من price اللي هو السعر والجودة يبقى letter d quality خلي بالكم معايا من الكلمات دي اللي هم نختارها دي يا جماعة quality معناها الجود number four i have bought some space for my phones so i can play my music انا دلوقتي انا عايز اشغل المسيك طيب انا دلوقتي اشغل المسيك اسمع في ايه number five start your morning a fresh cup of coffee ابدأ الصباح بشرب فنجان قهوة طبعا هيبقى حرف الجر المناسب هنا with a fresh cup of coffee with number six a and space is used to make hot drinks حاجة بنعمل فيها المشروبات الساخنة طبعا هتبقى a coffee machine to boil water you need a space عشان تغلي المية محتاج غلاية letter c number eight than heba اللي بتجمع than letter d number nine لما نور سهى can come shopping today both of them are basic انا ابدأ من جملة لما نور لما يكون عندك نور تستخدم معها letter a neither number ten you can get either three speaker انت يا اما تختار سماعة مجانية او فيلم مجاني طب either بقى بجمعها اعلى طول letter d or number three complete the text with words from the list كمل من الكلمات اللي موجودة في القائمة discount شيبر ارخص بتجمع than or بتجمع الجامع internet smart هناك معرض مع مول في المول فيه معرض مع مول في المول اللي موجود في منطقتنا all the clothes are is based than usual اللي بتجمع than على طول نكتب في رقم one شيبر this microwave has a 25% فيه 25% طبعا خاصم هتبقى كلمة discount it usually cost us 1000 L but now it's 750 اللي هو تمانها العادي 1000 جنيه بس دلوقتي ب750 لان المعمول عليها عرض اسامة's family want to buy a space tv هم عوزين نشتروا تلفزيون ايه انواع التلفزيونات اللي هنعرفينها عندنا كلمة smart tv يبقى نكتب في number 3 smart so that they can watch films on that طيب يتميز smart tv انه يعرض اشياء من على الانترنت يبقى number 4 السؤال اللي بعد كده السؤال number 4 وهو الاخير في الدرس الاول والتاني complete the sentences with the correct form of the words in brackets صحح يا عام either some nor nor neither number 2 neither طارق and عبدالله are absent اهه ده بقول لك طارق و عبدالله اتنين و مكتوب جنبهم are جامع يبقى all both لان هما اتنين number 3 the three t-shirts are good but i need the space one الله تمت بيك و قبلها ذا لك اوه لما تيجي تفتكر معايا كنا بنقول ان ذا هي الدرجة الثالثة من الصفات تبقى the biggest number 4 this red bag الحقيبة الحمرة is many expensive than the blue one اقول انا ولنتم bravo عليكم many هتبقى more bravo عليكم وبكده اكون خلصت الدرس الاول والتاني من الواحدة التانية اعزائي الطلبة و الطلبات اشكركم على حسن المتابعة وارجو من الجميع الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد كل عام و انتم بخير انا اهمني جدا انك تشترك في القناة عشان يوصلك كل فيديو اول باول اشتركوا في القناة